اهلا ومرحبا بكم في الحركات الاساسية والتعامل معها في برنامج ماينكرافت بعد ما انشأنا عالم جديد الآن لو ضغطنا حرف الـ H ستكون بهذا الشكل العالم الجديد هذا هو لازم تتعامل معه بطريقة بسيطة جدا عشان تقدر تفهمه وتقدر تستطيع انك انت تتعامل معه بطريقة بسيطة فلو ضغطنا على حرف الـ H ستشاهد لك الاعدادات على اليسار كيف اتحرك الى الامام بحرف الـ W في الكيبورد اتحرك الى الامام طيب كيف ارجع بحرف الـ S ارجع الى الخلف تمام اذا الامام W والخلف بحرف الـ S بالنسبة لليمين هيكون الـ D وبالنسبة لليسار هيكون الـ A تمام طيب لو انا جيت هنا وجيت ابغى اعدي كده على الامام احيانا ما يمديني اعدي فلازم يش اضغط لازم اضغط الـ Space اللي هو المسافة عشان اقدر انقذ كده انط اذا القفز يعتبر الـ Space اللي هو ضغطة واحدة لما ابغى اطير في المكان اضغط الـ Space او المسافة ما الضغطتين فانا اضغطت كده مرتين وطولت يدي ساطير في المكان زي ما انت شايف انا الان طرت في المكان واشوف جميع عالمي من الاعلى انا اشاهد العالم من الاعلى شايف كيف انا شايف العالم كله تمام طيب في حال الهبوط حضوط على الـ Shift عشان انزل بطريقة بسيطة وسهلة واحدد المكان اللي حاطع فيه بينما لو ضغطت ضغطتين طويلة كده وطرت مرة تانية بالـ Space تمام 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 هده النقزة طول دي الضغط حقته للـ Keyboard سيطول طيب لو ابغى انزل واحد مرة بمجرد ما اضغط على الـ Keyboard اللي هو الـ Space المسافة اطيح على طول في مكاني اللي انا كنت فيه تمام هده هو سقوط يعني مفاجئ طيب لو ابغى اجيب الأدوات او قبل ما اجيب الأدوات عندنا الماوس يمين وماوس يسار الماوس اليسار اكسر بي والماوس اليمين ابني بي عندنا هذا التكسير هيكون بالماوس اليمين شوف انا بالماوس اليسار ااسف انا باكسر بالماوس اليسار تمام لو ما عندك تستطيع انك انت تكسر ايش هتسعمل هتعمل Escape هتضغط Escape اللي في اليسار وحتروح الى اعدادات العالم هتلاقي في حال الهو ال Peaceful هذي هيكون في اعدادات هنا Operator هتكون انت visitor زائر فلو جينا على انك انت زائر الان تمام لو جيت باكسر ما استطيع ان اكسر احيانا تمام فلازم تنتبئ لهذه النقطة انك انت في الاعدادات هنا لازم تكون انت ايش انت لست visitor انت creator طبعا هذه الخاصية تكون مع الطلاب فانت Operator هتكون مشغل فتقدر انت تكسر وتكسر الاشياء اللي موجودة اذا الماوس اليسار تكسر والماوس اليمين تضيف طيب كيف اضيف اضيف من حرف ال E حرف ال E اللي هو ال Inventory اللي هو مخزن الادوات هذه مخزن الادوات كلها موجودة والمربعات والاشكال اللي انت بتضيفها فناخد مثلا على سبيل المثال هذا الشكل وننزله هنا تحت فاي حاجة هنا موجودة تحت هتكون من ضمن الخاصات اللي موجودة فوق في الاعلى فلو ابغى اضيف اكثر من شكل اضغط ال Shift واضغط على الشكل اضيفه في المربع على طول تلقائي تمام شوف على طول انا بضغط ال Shift الان وبختار اشكال بأضيفها فتنضاف تحت هنا في الاعلى فأضغط الماوس يمين هنا ضف للمربع اغير عندك الماوس الكورة الكورة اللي في الماوس شايف؟ هذه الكورة اللي في الماوس اذا انت سامع صوتها تمام؟ هذه الكورة اللي في الماوس او ان انا اضغط من واحد الى تسعة هذه الموجودة وهذه واحد هذه اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة اي رقم من الارقام هذه هيعطيني صلاحية اللي هو وضع الشكل الجديد اذا انا بالماوس اليمين اعمل place هذا place لما نبغى لصك حاجة هنا شكل في اليمين اضغط الماوس يمين برضو تمام؟ ابغى اضع مربع هنا اضغط هنا على المربع طيب هنا ما فيش مربع اضغط مرة تاني بوكس هنا اذا انا استطيع ان انشئ عدد لا محدود من الاشكال هذه وابني بطريقة بسيطة جدا طبعا بالكيبورد ارجع بحرف الاس واشوف الشكل بهذا الشكل صار تمام؟ طيب لو ابغى اتكلم مع الطلاب او الشخصيات اللي معايا اضغط حرف السي او اسف اضغط حرف تي اسف اضغط حرف تي سيظهر لي هنا الكلام فاضغط هنا وقول هاي كده ابدأ اتكلم انا مع الناس او مع الشخصيات اللي موجودة معايا في اللعبة البرمج ستكون بضغطنا على حرف السي لو ضغط حرف السي ستظهر لي الكود والكود طبعا هيكون ثلاثة انواع من الكود اللي هو البلوك والجافا سكريبت وايضا البايثون ثلاثة لغات هي التي تستخدمها منصة ماينكرافت اذا كده حاول انك انت تشتغل على هذا البرنامج بطريقة بسيطة اول شيء وتمشي في العالم ده وتبني وتشتغل على مربع اثنين ثلاثة اربعة بعدين تقدر انت ايش تقدر انت تتحكم في البرنامج وتقدر تتعلم الادوات الاخرى لا تحاول انك انت تدخل على العالم وتبنى على طول تبدأ تشتغل في المشاريع لا اول حاجة لازم نمشي على العالم هذا ونتحرك فيه كده ونشوف ماذا يحدث ايش اللي بيصير لما نكون في الماء كيف انا بتعامل مع الموية بهذا الشكل كيف اطلع كيف انقز اقفل كيف اطير كيفية الطيران اضغط على الكيبورد طيب كيف اطيح كده اضغط shift اذا هذه ضروري جدا انك تتعلمها هذه هي المهارات اللي تعلمناها اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة